الزمالك اللي أرجع مسؤول التفكير في صفقة التعاقد مع وليد الكارتي صانع على عام فريق الوداد البيضاء والمغربي واللي تعرض عفواً على النادي من أحد وكلاء اللاعبين ورشحوا لمجلس الأدارة وده بسبب غموض موقف طبعاً النشاط الرياضي في الوقت الحالي وبعد الأنباء اللي ترددت عن اعتزام اللجنة الخماسية اتخاذ قرار بعد تأجيل الدوري لمدة أسبوعين تانين والحد الوقتي لسه ما فيش أي حاجة إن هي مش بينة ما فيش كلام واضح ما قدرش يطلع أجزم على حاجة ولا لسه في كلام من اللجنة الخماسية بنية الغاء أو استكمال الدوري الموسم ده وبالتالي موقف الموسم اللي جاي غامض فالزمالك مش عاوز يرتبط بالتعاقد مع لعب جديد بسبب الغموض المحيط بالنشاط الرياضي بسبب فيروس كرون أكيد كل نادي ابتدى يسعى للصفقات الجديدة كل مجلس إدارة عايز يدعم في صفوف فريقه نادي الزمالك محتاج فلان محتاج فلان بيشوف عايز باكرايت عايز دوفندر أي أن كان إيه الموضوع أيضا نادي الأهل نفس الفكرة كل واحد بيستغل ممكن موقف التوقف دلوقتي إن هو بيشوف العيبة ولكن يعني من وجهة نظر الشخصية هو الوضع الحالي مش وضع يعني إنك تشوف العيبة أو تشوف صفقات بس هو ده حل كرة القدمة هو ده حل الحالة اللي احنا بنعيشها دلوقتي شكرا